اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوسف نصيري يصبح الهدف تاريخي المغربي في دور أبطال أوروبا متجاوزا حكيم زياش وشماخ استقبل الملك محمد السادس يوم الخميس بالقصر الملكي في الرباط فوزق جعوزير المنتدى المكلف بالميزانية الرئيسية الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم وعين الملك الرئيسي للجنة كأس العنم 2030 وذكر بلاغ الدول الملكي أن هذا التعيين يأتي بعد اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالإجمع ملف المغرب إسبانيا برتغالا كترشيح وحيد لإستدافة كأس العنم 2030 للعب ذاتها واستقبل صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله يومه الخميس بالقصر الملكي بالرباط سيد فوزق جعوزير المنتدى المكلف بالميزانية الرئيس لجمع الملكية المغربية لكرة القدم وعينه جلالته ورئيسا لنجنة كأس العنم 2030 ويأتي هذا التعيين عقب تصويت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اعتمد بالإجمع ملف المغرب إسبانيا برتغالا كترشيح واحدة لجنظيم كأس العنم 2030 لكرة القدم أحرز المدافع المغربي نيف أكراد هدفا في انتصار فريقه ويستهم يونيتد الإنجليزي أمام موضيفه فرايبورغ بهدفين لوحدة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يومه الخميس لحساب الجولة الثالية من دور مجموعات لمنافسة الدولة الأوروبية هذا وافتتح الضيوف سجل التهديف مبكرا بعدما وقع اللاعب لوكاس باكيتا الهدف الأول في اللقاء خلال الدقيقة الثالثة من مجرية الصوت الأول وفي حدود دقيقة التنسية والأربعون عدل أصحاب الأرض نتيجة اللقاء عن طريق اللاعب رونالدو صالايا قبل أن يحرز الدول المغربين في أكراد الهدف الثاني لنادي ويست هام يونيتد في حدود دقيقة السادسة والستونة ليقود فريقه للفوستامين على حساب نظيره الألمانية وبهذه النتيجة يحصل النادي ويست هام يونيتد صدار الترتيب المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط في المقابلة يتواجد فرايبورغ الألماني في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط تغلب المنتخب الوطي المغربي داخل القاع عن نظيره التي فيه بنتيجة أربع لواحدة في المباراة التي جمعتهما مساء يومه الخميس وذلك في إطار الدور الدولي لكرواتيا وتمكن أبنائه شامب كيك من تسجيل أهداف مواجهة اليوم بواسطة بكل من اللاعب سوفيان مسرار في المناسبتين سوفيان شعراوي وإدريس الرئيس الفني هذا وكان أسود الفوتسالة قد تمكنوا من الفوز بنتيجة خمسة للسفر في المباراة الأولى التي جمعتهم بالمنتخب النرويجي حيث سيلاقي المنتخب المغربي بعد قد السبت نظيره الثوركي وذلك في ثلث مبارياته في المنافسة الدولية التي تجرى في ثوركيا عبر غانم رومان سيس عميد المنتخب الوضعي المغربي لكرة القدم عن ساعدته باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم الففا ملف المغرب مرشحا وحيدا لتنظيم نهائياتك أصل عالم بمشاركة مع إسبانيا والبرتغال وقال عميد الوصود في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام لحظة تاريخية لبلادنا وعضف السيس إن اعتماد ملف ترشح المغرب بمشاركة مع الإسبان والبرتغال هو مكافأة عادلة على كل عمل الذي بدله في المملكة المغربية في السنوات الأخيرة لشطوير المصار الكروي يواصل الدول المغربي يوسف انصيري لعب نادي إيشبيليا تحقيق الأرقام القياسية عقب تألقه في المباراة فريقه يوم ثلاثة الماضية أمام بي إس في إند هوب الهولندي لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة دور أبطال أوروبا ونجح اللعب المغربي في تأكيد عودته القوية بعد تعافيه من الإصابة حيث سجل هدفا لنادي الأندلوس أمام إند هوبنا في المباراة التي انتهت بالتعاضي الإيجابي هدفين لمثلهما وبهذا الهدف أصبح البالغ من عام السادسة والعشرون سنة يوسف انصيري يحمل في غلته التهديفية بدور أبطال أوروبا تسعة أهداف متجاوزا كل من مواطنيها المغربي حكم زياش والدوال المغربي السابق مروان شماخ وأضحى المغربي يوسف انصيري اللعب الأكثر تسجيل للأهداف في عصبة أبطال دور أبطال أوروبا يليه كل من حكيم زياش بتمانية أهداف والدوالي المغربي السابق مروان شماخ بتمانية أهداف والمغربي ونجم بريسان جرمال فرنسي أشرف حكيمية خمسة أهداف ونردين نيبت أربعة أهداف شكرا على فضل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة